اتهام بلا متهمين هذا ما اعلنه القضاء في العراق عن ملف التحقيق الحكومي بشأن قتل المتظاهرين بعد اشهر من الاخذ والرد والتسويف والمماطلة مجلس القضاء قال انه تسلم ملف قتل وخطف المتظاهرين بلا متهمين وذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع السابق واحد ابرز المسؤولين الذين شملهم التحقيق في قضية قتل واصابة الالاف من المتظاهرين العراقيين وكان نجاح الشمري وزير الدفاع في حكومة عادل عبد المهد المستقيلة قال في تصريحات متلفزة ان ملف قتل المتظاهرين تمت احالته للقضاء ويضم اسماء جميع المتهمين مؤكدا ان اول من اطلق النار على المتظاهرين هم عناصر في الجيش لكن في اليوم الثاني اطلق النار من اسماهم طرفا ثالثا ووصف مجلس القضاء تصريحات الشمر بالشائعات مبينا ان الملف الذي تسلمه المجلس من الحكومة السابقة هو ملف تحقيق اداري ليس فيه متهمون محددون وان الملف لم يشر الى تقصير اي جهة ما يعني ان الحكومة السابقة لم تحدد اي متهمين في القضية التي شغلت الرأي العام العراقي وكانت من ابرز مطالب المتظاهرين على الرغم من ان قرارات قتل المتظاهرين كانت تصدر من داخل مكتب عادل عبد المهدي وفقا لما ذكره اياد علاوي نتيجة متوقعة مسبقة للجان التحقيق الحكومية التي تشكل من اجل المواطلة والمراوغة ومحاولة تضليل الشارع عبر القاء التهمة على من تسميه الطرف الثالث بمقتل اكثر من سبعمائة متظاهر وجرح اكثر من خمسة وعشرين الفا اخرين فضلا عن عمليات الاغتيال والخطف والتعذيب التي لاحقت الناشطين بينما تؤكد شواهد وتقارير اكثر من ان تحصى على الجهات الضالعة بقتل المتظاهرين بالادلة الواضحة التي تظهر عناصر الميليشيات والقوات الحكومية وهي توجه رصاصها الى صدور المتظاهرين العزل ناهيك عن الالاف من الشهود العيان ما يؤكد ان القضاء في العراق هو جزء من اللعبة السياسية الفاسدة وان الخصم لا يمكن ان يكون حكما